في فرنسا نحن كم كبير من الأفكار موجودة في هذا الكتاب اعتراف منتصف الليل للكاتب الفرنسي جورج توهاميل عن شاب اسمه ساليفان يجبع الكثير من ذوي الأرواح الحساسة الذين ضاعوا في مجتمعات الثورة الصناعية في أوروبا لديه الكثير من الوقت ممكن أن يتحول إلى ذهب أو يضيع في التفكير كما فعل هو بعد تهور منه يفقد عمله الذي يعتاش منه هو وأمه بعد إهمال ويخرج إلى الشارع ماذا سيكون رد فعل الأم بعد أن تعرف تحس بعد يوما وتذهب وتطمئنه بأن كل شيء سيصبح على ما يرام لا تقلق يا ابني يذهب يوميا للبحث عن عمل مناسب له لا يجده العمل المكتبي في مجتمعات العمل اليدوي غير متوفر حقيقة تبدأ الأم تخيط في البيت مع بنت شاب اسمها مارغريت لتحصل على بضع الفرنكات التي تقسم طوال النهار للوجبات الغذائية الثلاث المهمة وطبعا يمتلأ غيظا من الأوضاع ويحس أنه بلا فائدة ولا يحس بأي واجب سوى الدوران في الشوارع يقضي وقته في حساب خطواته وقفزاته فوق الرصيف وينزل في نفس المكان من الملل إلى أن يجد عمل تكاتب في معمل ليعتبره الجميع ملجأ أصحاب العوائل الذين لا موهبة لهم ولا مهنة أي الخيار الصغير للبحثين عن العمل ولكن ورغم هذا يمتلأ بالغضب وتهون عليه نفسه ويكاد يهرب اليوم الأول بعدما يرى الناس من شباك قاعة الطعام ينتهي نهار العمل يذهب إلى طمأنينة المنزل ويحس بدبع الفراش ورائحة الشرب على النار ويشعر بالخزي من قراره بعدم الرجوع إلى المنز عمل الصباح الذي يليه تستمر الأم بالعمل وتعرض عليه أن يتزوج وأن يذهب إلى مقابلة أصدقائه للتسلية وهكذا يفعل إلى لانو وزوجته وابنهما يحس أيضا رغم حفاوة استقبالهم له إنه غريب عندهم يغار من سعادة صديقه يمتلأ بإحساس غير مريح يجد نفسه مكبلا لا يستطيع عمل أي شيء والسبب غير معروف مشكلة الصراع بين الفرد ونفسه ومن ثماء المجتمعية إذ يختلق الأعذار لعدم العمل ويحس بالحزن بسبب هذا وقلة الأهمية يلوم حظه العاثر وعدم وجود أب في حياته ويفكر في الأجزاء الأخرى من الكتاب أن يكون قديسا ليساعد الآخرين أي عدم ارتباط بالحياة الدنيا الأرض بل يبحث عن حمل سحر من السماء هل هو يعاني من مرض نفسي أم إنه مثقف بدون شهادة وعمل مهني عاطل يدور في شوارع باريس بحثا عن نفسه فيها كيف ما يكون الجواب تضل شخصية سلابان التي ابتدعها الكاتب الفرنسي مثيرا للجدر لاختياراتها الخاطئة وثقة ثقل الفقر الذي يؤدي بها إلى نهايات غير محمودة من سيربح الفرد أم المجتمع؟ هل سيركب الموجة والمطلوب أم يظل إسر شاعريته؟ لقمة العيش أقوى أم الأفكار؟ سنجد بعض الإجابات في هذا الكتاب الرائع الذي سيجد كل مننا نفسه في مكان ما من الرواية فترة تصرف أو قلق راود الشخصية لماذا تسألوني الآن؟ لأن سلابان شخصية من لحم ودم نشعر بها ونتعاطف معها تشبه كثير من الأفراد الكتاب من أشهر الكتب الفرنسية إنها متعنقية قراءة هذا الكتاب إلى اللقاء معكم في كتاب آخر في قناتي كتاب لأي الحالي موسيقى